تصعيد جديد في الأزمة السياسية بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان العراق عقب بيان رسمي صدر عن رئاسة حكومة الإقليم اتهم فيه حزب الاتحاد الوطني بعدم تسليم الواردات غير النفطية للحكومة ما أسهم بتراجع الخدمات في محافظة السليمانية والإدارات المستقلة التابعة لها قبل أن يرد الاتحاد الوطني ببيان رسميا آخر حمل فيه حكومة الإقليم مسؤولية تراجع الخدمات وسؤول إدارات هذه سياسة سياسة الهروب إلى الأمام هذه سياسة عاجلاً أم آجلاً ستتكشف وسيعلم القاصي والداني من هو السبب في تجويع وتفقير الشعب الكردي وما هي الأسباب التي جعلت صراحة أن يقدم الاتحاد تذمره استياءه بالمناسبة جميع القوى السياسية في الفريق المقابل للحزب الديمقراطي الكردستاني ومن جهتهم أكد أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني محاولة الحزب الآخر الاتحاد الوطني بتصدير أزماته الداخلية من خلال افتعال الأزمات مع الأحزاب الأخرى ابتداء رد سيد مصر البارزاني ورئيس الحكومة جاء بعد فترة طويلة من تحمل التصريحات وتصدير الأزمة من قبل أخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني وبالتالي كان بيان واضح جداً أوضح بجوهر الخلاف وفي خضم استمرار الصراع بين قطبي الأقليم يؤكد محللون السياسيون أن عدم جلوسهما على طاولة واحدة للحوار سيطيل من عمر الأزمة بينهما فضلاً عن انعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في الأقليم هذه الخلافات تؤثر بشكل سلبي على كل النواحي سواء الأمنية أو السياسية أو حتى الاقتصادية أو حتى في موقع ومكانة الإقليم ضمن حدود العراق والعملية السياسية في العراق وتصاعدت حدة الخلافات بين اليكت والبارتي عقب انتخاب رئيس جمهورية العراق الحالي حينما أعلن الاتحاد الوطني تعليق مشاركته في جلسات مجلس وزراء الإقليم احتجاجاً على عدم اتباع سياسة عادلة في توزيع المناسب والثروات بين الأحزاب المحلية في المقابل يصف سياسيون استمرار الأزمة السياسية بين الحزبين الكبيرين في الإقليم بالأطول في غضون العقلين الماضيين بعد ان زادت مخاوف المواطنين من تكرار سيناريو الحرب الأهلية بينهما في منتصف تسعينيات القرن الماضي عيدر الجابر الحراء